وكل نحاء العالم العربي النهاردة اليوم الرابع من شهر سبتمبر اللي بيحمل معانا سيم الخريف بعد مجاد حرع عدينا بيها الفترة اللي فاتت في البداية حب أرحب بزميلي عمار إزايك يا عمار؟ صباح النور أينجا؟ الأكبر؟ الحمد لله إيه رأيك في الجو النهاردة يا عمار؟ بصي أولا خليني بس رحب بالسادة المشاهدين وأقول نقطة اثنين أول حاجة بشكرهم جدا أن هما الناس أولا أول نقطة أن هما بدأوا أن هما يكون فيه دفاعل فيه دفاعل وكمان يتطمونوا علينا لأن إحنا بعد أحلاء أولا اتعبنا شوية والحمد لله ربنا شافينا وطلعنا النهار تاني حاجة أن الجو كمان حلو قوي بدأ يتحسن كمان وده بيحسن كمان حكتين المود ومزاجنا وده بيودينا نقطة تانية هل أسألك سؤال بقى مفيد بقى هل النفسية محتاجة تتغير ولا لا؟ لا هي محتاجة تتغير فعلا لأن كل إنسان فينا المفروض يعمل وقفة في حياته ووقفة حياته عامة أنه هو يبتدي يشوف هيعمل إيه في حياته الجاية دي حاجة اسمها قيمة استثمار الفرص اللي هو أشوف أنا عايز إيه وأعمل إيه في الفترة اللي جاية بس وطبعا الحياة فيها طبعا ندى زي ما أشارت أن الحياة فيها الحلو والمر وطبعا ده بيودينا نقطة تانية أن الأولانية أن الحياة فيها أفكار وفيها حاجات إحنا بنحاول ننساها ومش عاوزين نعيشها ونفتكرها وطبعا ده بيودينا أن الحياة اللي إحنا عايشينها محتاجة لازم أن تتغير وده نقف عنده النهاردة في نقطة مهمة جدا إزاي نبدأ حياة جديدة مبارح أطرحت السؤال على الفيسبوك بس فعلا حصل فيه تفاعل كتير من أصليقاء عندي وهو إزاي أو اللي هو لو رجع بيكو الزمن إزاي نتقدر ما تكررش اللي حصل معك في الفترة اللي جاي التفاعلات اللي حصلت بقى أن فيه ناس كتبت كتير كومنتات كان فيه منها طريفة وكان فيه كمان منها كومنتات فعلا فيها وجع قلب تماما بس لفقت انتباهي كومنته واحد وهو أنا نفسي حياتي كلها ما تتكررش فدلت واقفة عند الجملة دي شوية كده وركزت وقلت طب العقف إيه هنا إيه المشكلة هل الشخص ده كان عايش بلا هدف ولا هل إنه هو ضيع طريقه ما بقاش عارف إيه اللي مفروض يتم بعد كده إنت إيه رأيك ده بيتهيق لي اللي هو سكينة الحياة سرقاه يعني مش عارف يوضح لنفسه أسباب وكمان الأسباب اللي هو حصتها لنفسه مش عارف يمشي عليها صح لإنه ما فيش حد يوجهه وكمان الفرص اللي بتجيله ما بيتوحهاش عشان كده دايما الشباب بالذات دايما بيقولوا أنا مش عارفة عايش خلاص الحياة هو قرفي طلقته أيها فعلا ناس كتير ما بقاش عندها طموح ولا هو لا أنا خلاص حياتي هتقف عند اللقطة دي لا المفروض أتمنى من كل واحد مر التجربة مش حلوة إنه هو يفكر في بعدين إزاي إن أنا أحقق هدفي حتى لو أنا فشلت عايدي أقوم من أول تاني وابتدي أعمل اللي أنا عايزه الحياة ما بتقفش عند حد وما بتقفش على موقف وما بتقفش كمان على حلم إنت اللي بتصنع الحلم يبقى إحنا اللي في إيدينا إن إحنا نغير كل ده صح أو لا؟ صح وكمان في نظر تعليق مبارح إن الحالة الأولى بتاعتنا جابت تفاعل إزاي إن إحنا تكلمنا عن نسبة السنواء العامة والتنسيق والكلية مش مشكلة اللي إنت ما جيبتش كلية والكلام ده مبارح في التعليقات كتير أو متطلبة قالك أنتوا عندكوا حق طب ما إحنا تكلمنا في النقطة دي برجحها تاني من الحالة الأولى عشان بس الناس اللي بتفرج عليها من السنواء العامة ما يفتكروش إنه دي النهاية لأ دي البداية لكم دي البداية بتاعكم مش النهاية حتى لو ربنا كرمك مثلا فيه ناس بتقولك أنا عاوز أبقى إعلامي مثلا أو مزيع أفرض أن أخلت كلية تانية ومش عاوز لأ ما نسعى واخد واكتهد هلاقي الفرصة موجودة بردك عادي لأ هم دايماً حاطين موقف اللي هو لأ أنا حياتي هتقف عند اللحظة دي لأ أنتوا اللي بيقديكم أنتوا تصنعوا الحلم بتاعكم مهما كانت الظروف إيه مهما الدنيا وقفت معاك مهما خلاص حاسس أن النفسي تتبوزت لأ غير من نفسك وطور من نفسك هتقدر أن أنت تعمل اللي أنت عايزه ودي بتيجي من حتة حلوة بقى أنه يعرف يكون علاقات لو كون علاقات صح وأنه مثلا ينتقل بالخطوة والخطوة وماشي على بلان حقيقية هيعرف يوصل ومهما حصل بردك هيوصل تمام هنستقبل بعض الفوصل موهبة في التمثيل بنوتة في مقتبل العمر هنستنيها ولكن بعض الفوصل